للمزيد ينضم إلينا من واشنطن المتحدث باسمي وزارة الدفاع الأمريكية الكولونال ستيفن وورن أهلا بك كولونال إذن البنتاجون كان يتوقع منذ حوالي شهرين سقوط الرمادي وكان هناك تحضير لإجلاء الجيش العراقي منها ألم يكن ممكن الصمود في الرمادي خاصة وأن التحالف نفذ حتى الآن أكثر من 150 غارة على تنظيم داعش فيها هذا شيء كنا نراقبه عن كثب لسوء الحظ القوات العراقية في الرمادي اضطرت على الانسحاب في وقت مبكر اليوم وهذه عملية تراجع هذه صدمة وتراجع وما يعنيه هذا هو أن القوات العراقية بمساعدة سلاح الجو للتحالف عليهم أن يستعيدوا الرمادي في وقت قريب ولكن متى هذا سيتم عندما تحدد الحكومة العراقية هل لا زلتم تؤمنون بأن داعش ما زال في موقع الدفاع أم أنه أصبح الآن في موقع الهجوم؟ من الواضح في الرمادي داعش من الواضح في حالة هجوم ولكن في أنحاء العراق المختلفة داعش في موقف دفاعي أكثر قوات الأمن العراقية كانت ناجحة في أماكن أخرى مثل تكريت وسينجار وفي مناطق أخرى في العراق قوات الأمن العراقية هزمت داعش وداعش خسرت حوالي 25% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها هذه خسارة لداعش ولكن داعش لا تزال لديها القدرة في أماكن معينة على القيام بهجمات وقد فعلت ذلك في الرمادي وأرغمت قوات الأمن العراقية على الانسحاب بالنظر إلى قدرة داعش إلى هذه الهجمات إلى القيام بهذه الهجمات كما ذكرت إذا ما نظرنا إلى استراتيجية التحالف الدولي ضد داعش وما أعلن حتى الآن من تدمير أكثر من 6000 هدف للتنظيم كما ذكرنا 150 غارة على الرمادي مئات الغارات على بيجي في المقابل لازال داعش يتقدم في بعض المناطق أو على الأقل كما اعترف البنتاجون بأنه هناك سيكون دائما عمليات كر وفر أين المشكلة إذن في الاستراتيجية نحن نعتقد أن الاستراتيجية ناجحة إلى حد كبير وفكرة تمكين قوات الأمن العراقية عندما تكون جاهزة لطرد داعش من أماكن متفرقة وفي النهاية من جميع أنحاء العراق أيضا نستخدم سلاح الجو لخنق داعش في سوريا سلاح الجو يخنق داعش في سوريا ويتخلص منها في العراق هذه عملية بطيئة وهذا يتطلب سنوات قبل استكمال المهمة ونعتقد أن هذه هي أفضل عملية الآن ولو الحكومة العراقية استطاعت في نهاية المطاف ستكون منتصرة تب تهران عرضت اليوم استعدادها للتدخل لمحاربة داعش في الرمادي إذا ما طلبت منها بغداد هل لديكم أي اعتراض؟ ما نريده هو أن أي طرف يستطيع أن يساهم في وحدة العراق نعم قوات تساهم في القتال في الرمادي يجب أن تعمل مع وتحت سيطرة الحكومة العراقية المركزية المنتخبة خاصة وزارة الدفاع إذا حدث ذلك عندها نحن معها حتى لو كانت قوات إيرانية؟ طالما أن أي قوة تقاتل تخضع للسيطرة المباشرة للحكومة العراقية المركزية ووزارة الدفاع فنحن مع ذلك شكرا لك ألخلنا ستيفن وورن المتحدث باسم البنتاجون على هذه المشاركة معنا